بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين تكلمنا حول مفردة من مفردات الثقافة الإسلامية الأصيلة وانبهار البعض بالثقافات الأخرى مما يؤدي إلى انهيار نفسي ومن ثم إلى محاولة اتباع الثقافات الأخرى وترك الثقافة الإسلامية الأصيلة نتحدث في هذه الحلقة حول مفردة من مفردات كيفية الإبقاء على الثقافة الإسلامية الأصيلة وهو حفظ الأصالة مقدمة نحن كمسلمين نعتقد بأن الإسلام في كلياته وفي جزئياته يصلح لجميع العصور وذلك لأن الله سبحانه وتعالى خالق الإنسان وهو يعرف بما يصلحه وما يفسده ولذا كانت الشريعة الإسلامية بطابقة تماما ومئة في المئة بنفسية الإنسان بجسد الإنسان بإحتياجات الإنسان بكل ما يرتبط بالإنسان فما يصلحه تم الآمر به وما يفسده تم النهي عنه والإسلام ليس خاصا بزاوية من الزوايا في حياة الإنسان لعل هناك بعض الأديان هذه تنحصر في بعض الطقوس العملية أو بعض العبادات الجزئية ولكن الإسلام ليس كذلك هو نظام لكل حياة الإنسان في كلياته وفي جزئياته هذا ما نعتقد به فعليه كل ما جاء به الإسلام من كليات أو جزئيات هذه حقائق وهذه أمور هي الحق بعينه لماذا هذا الأمر منحصر في الإسلام فقط ولم يكن في الشرائع السماوية السابقة الجواب لأن تلك الشرائع جاءت لمرحلة مؤقتة ولكن الإسلام جاء كنظام دائم وأحكام الإسلام تتضمن أحكام كلية هذه الأحكام الكلية قوانين كلية قابلة للانطباق في كل عصر بجزئياتها قد يتغير الموضوع وبتغير الموضوع يتغير الحكم وهذا شيء طبيعي لأن الأحكام تابعة للمواضيع ولكن هذه المواضيع الكلية كل موضوع له حكم مثلا هناك قانون عام في الإسلام وهو قانون لا ضرر كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام فإذا شيء كان مصداق من مصاديق الضرر تحقق الموضوع فيتحقق الحكم وهو نافي ذلك الضرر بحكمه وقد يكون شيء في فترة ليس مضرا فلا يكون منفيا وفي فترة أخرى مضر يكون منفي وهذا شيء طبيعي مثلا الطبيب يقول للمريض الشيء الفلاني إذا كان مضرا لصحتك فلا تأكله فإذا كان المريض في حالة ذلك الشيء لا يضره فلأنه الموضوع تغير الحكم أيضا يتغير نهي الطبيب ينتفي وإذا كان ذلك الشيء في حالة أو في ظرف مضرا فإن نهي الطبيب يتبع وجود الموضوع وهو الضرر أشاهد من ذكر هذا المثال أن كثيرا من الأحكام الإسلامية أحكام كلية وهذه الأحكام الكلية كلما تحقق الموضوع في زمان أو في ظرف أو في مكان يتحقق الحكم وهذه المرونة في الأحكام الكلية هي التي جعلتها قابلة للتطبيق في كل عصر وفي كل مصر هذا قسم من الأحكام الشرعية الكليات التي يمكن أن تطبق في كل وقت وفي كل مكان قسم آخر من الأحكام الشرعية يعبر عنها بالأحكام الثانوية الأحكام الثانوية هي أيضا أحكام شرعية ولكن لحالات خاصة مثلا الإنسان المسلم إذا قام إلى الصلاة يجب عليه الوضوء هناك في بعض الأحيان لا يجد الإنسان ماء أو كان الماء مضرا له فحينئذن يأتي دور الحكم الثانوي وهو التيمم الآية الشريفة تقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة الأحكام الثانوية أيضا أحكام شرعية ولكن جعلت للحالات الطارئة أو الحالات الاستثنائية وهذا ما يجعل الإسلام دينا خالدا لأنه له أحكام أولية كلية ثم في بعض الأحيان لبعض الظروف أحكام ثانوية مراعاة لحال الإنسان وهناك في بعض الأحيان أحكام اضطرارية يعني الإنسان لأجل الاضطرار يتبدل الحكم بالنسبة إليه لأنه تبدل الموضوع لم يكن مضطرا فكانت الميتة الميتة حرام عليه ولكن في الاضطرار الإنسان يتحل له الميتة بمقدار دفع الاضطرار هذا القسم الثالث من الأقسام من أقسام الأحكام الشرعية الأحكام الاضطرارية للمضطرين وهناك أيضا أحكام تخييرية يعني في كثير من الأحيان نجد الحكم الشرعي يجعل خيارات متعددة أمام الإنسان وهذه الخيارات المتعددة كواجبات تخييرية مثلا أو اختيارات للإنسان أو للحاكم لكي يختار أحد الأطراف بما يتلائم مع الظرف الذي هو في ذلك الظرف مثلا في العبادات الكفارة من أفطر في شهر رمضان عمدا فهم مخير يجب عليها القضاء وتجب عليه الكفارة وفي الكفارة هو مخير بين أطعام ستين مسكينا أو صيام ستين يوما أو عتق رقبه إذا كان يمتلك المال الوفير يمكنه أن يعتق رقبه وإذا كان له مال أقل يمكنه أن يطعم ستين مسكينا وإلا فيصوم ستين يوما وإن عجز عن الثلاثة فعليه الاستغفار هذا التخيير بين هذه الأمور الثلاثة إنما هو لآجل إعطاء الفرصة لهذا الإنسان ليطبق الحكم حسب ظرفه وحسب قدرته واستطاعته مثال آخر وهو مثال يتعلق بالحكم والحكومة مسألة أسرى الحرب يعني إذا قامت هناك حرب هاجم الكفار مثلا على المسلمين فوقعت حرب بين الكفار وبين المسلمين وأسر المسلمون مجموعة من الكفار فهنا الإسلام خير الحاكم الشرعي بين أمور لماذا خيره بين أمور؟ لأنه يراعي المصلحة الإسلامية في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان فالخيار يكون بيده لكي يختار الأصلح الآية الشريفة تقول فشد الوثاقة فإما منا بعده وإما فداء يعني مخير الحاكم بين أن يمن على هؤلاء الأسرى فيطلق سراحهم من دون عوض وإما فداء يمكن أن يجعل لهؤلاء فدية مثلا مقدار من المال أو مقابل إطلاق سراح الأسرى المسلمين وكذلك مخير الشق الثالث من التخير في قتل هؤلاء الأسرى إذا كان بقاؤهم ضررا مثلا إذا كان في حالة من الحرب بحيث لا يمكن لا حبس هؤلاء الأسرى ولا إطلاق سراحهم ولا طلب فدية وبقاؤهم يشكل خطرا فأيضا مخير في قتلهم الشق الرابع من شقوق التخير أن يسترقهم يعني يجعلهم رقا بحيث أن هذا الأسير لا يرجع إلى بلده لعله يرجع إلى الجيش المعادي وفي الوقت نفسه لا يمكن حبسه لأنه يكلف نفقات باهضة على بيت المال ولا يمكن فداؤه ولا يصلح المن فهنا يمكن أن يسترقه بحيث أنه يجعله في بيت أحد من المسلمين رقا له ويخدم في هذا البيت مقابل أن يهيئ له هذا المسلم لوازم العيش الكريم وفي الوقت نفسه هناك طرق لإطلاق سراحهم أيضا موجودة في الشريعة كدفع الزكاة لإطلاق سراحهم أو إطلاق سراحهم في الكفارات أو ما إلى ذلك زين هنا في هذا المورد يعني في مورد أسر الحرب الإسلام مراعاة للظروف المختلفة خير الحاكم الشرعي بين أمور متعددة بين خمسة أمور المن أو الفداء القتل أو الاسترقاق أو السجن هنا يأتي بيان وجه التخيير وهو أن الظروف تختلف فحين اختلاف الظروف إذا كان هناك حكم واحد جامد قد لا يمكن تطبيق ذلك الحكم فتحدث مخالفة فيفقد الحكم صلاحيته لجميع الأعصار فهنا التخيير بين عدة من الأمور وتراعى المصلحة في اختيار إحدى تلك الأمور أو أحد تلك الأمور فحينئذ بين قوسين الذي يستشكل على الإسلام في إباحته الرق لا ينظر إلى هذه الجهة بأن الإسلام لم يحصر الأمر في أسر الحرب في الرق وإنما هناك شقوق مختلفة تخيير للحاكم الشرعي لكي يراعي الظروف في كل عصر ففي مثل هذا العصر مثلا حيث لا يمكن الاسترقاق أو لا يصلح الاسترقاق أو لا يمكن تطبيق هذا الشق من التخيير هنا الحاكم الشرعي له خيارات أخرى يمكن بالنسبة للأسرة يختار إحدى تلك الخيارات فعليه من أسباب خلود هذه الشريعة أنه في بعض الأحيان بعض الأحكام هناك شقوق للتخيير بعد ما ذكرنا هذه المقدمة التي تتلخص في أننا نعتقد بأن الإسلام دين كامل ويصلح لجميع العصور اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وفي آية أخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فبعض الأحكام أحكام كلية قابلة للتطبيق على الجزئيات وبتبدل الموضوع يتغير الحكم لأن موضوعه تبدل بعض الأحكام أحكام ثانوية بعض الأحكام أحكام اضطرارية بعض الأحكام أحكام تخييرية وهذه المرونة في الشريعة الإسلامية هي التي جعلت هذه الأحكام خالدة وقابلة للتطبيق في كل عصر وفي كل مصر لا نعتني بما يقال من أن بعض الأحكام لا تصلح للتطبيق لأنه في العصر الحاضر لأن هؤلاء لم يلتفتوا إلى كيفية هذا الحكم وإلى موضوع هذا الحكم وإلى شروط تحقق هذا الحكم بعد هذه المقدمة نأتي إلى بحثنا وهو أنه بعد أن نعلم أن جميع ما جاء به الإسلام هو الصحيح وهو الحق فحينئذ لا نبالي بما يقال من هنا وهناك ولا نبالي بما يأتي من الثقافات الأخرى مما يتعارض مع حكم من الأحكام طبعا هنا نحن بحاجة إلى توضيح نقطة وهي أنه إذا جاء شيء من أمم أخرى وهذا الشيء لا يتعارض مع قيمة من قيم الشرع وفي الوقت نفسه لا يسبب نوع من فقدان الاستقلالية للأمة الإسلامية وكان ذلك شيئا إيجابيا فالإسلام لا يتعارض مع كل ما ينفع الناس وما ينفع المسلمين كلامنا إنما هو في عادات أو تقاليد أو ثقافات هذه تتعارض مع الأحكام الشرعية أو هي دون بعض الأحكام الشرعية أو العادات الإسلامية أو لا أقل ليست أفضل من بعض العادات التي يحمل تلك العادات المسلمون وكان منطلق تلك العادات الإسلام فبناء على ذلك حفظ الأصالة هذا آمر جدا مهم في حفظ الهوية الثقافية للمسلمين طبعا هناك تأتي أمواج وتيارات هذه الأمواج أو التيارات لها بحرجة وقد ينبهر بها البعض فالإنسان الذي هو أصيل لا يتأثر بهذه الأمواج وهذه التيارات ولا يحاول أن يحاكيها إذا كانت غير متطابقة مع الثقافة الإسلامية كمثال على ذلك حينما جاءت الموجة الشيوعية إلى العالم الإسلامي طبعا هذه الموجة وجدت أرضية مناسبة لدى الطبقات المحرومة من المجتمعات لماذا؟ لأن هذه الطبقات كان هناك مستوى الوعي والثقافة الدينية ضعيف لدى كثير منها وهذا الضعف سبب هناك نوع من الفراغ ثم الظلم والإضطهاد التي كانت تواجهه هذه الطبقات من الحكومات القائمة في مناطقها سببت أن هذه الطبقات تبحث عن مخلص فلما جاءت الشيوعية بعد الحرب العالمية الثانية وانتشرت بشعارات براقة هذه الشعارات أخذت بالباب وقلوب كثير من البسطاء من المسلمين طبعاً أحدثت أمواج كبيرة داخل المجتمع الإسلامي وبعض أدعياء الثقافة هؤلاء أيضاً بعنوان التقدم انتموا إلى هذا التيار الشيوعي الذي جاء إلى البلاد الإسلامية هناك بعض الذين كانوا يريدون الحفاظ على الإسلام وفي الوقت نفسه كانوا متأثرين بهذه الموجة هؤلاء حاولوا أن يجدوا طريقة جمع بين الثقافة الإسلامية والثقافة الشيوعية المستوردة وهذه طريقة الجمع كان بلي عنق الأحكام الشرعية أو النصوص الدينية أو التاريخ الإسلامي حتى ينطبق مع الثقافة أو الفكرة الشيوعية فالبعض مثلا حينما كان يجد أن مثلا أبا ذر رضوان الله تعالى عليه كان يعارض الاستئثار بالفيء والاستئثار بالمال العام فكان يقول مثلا أن أبا ذر كان شيوعيا مثلا في حين أن الاستئثار بالفيء مرفوض وهذا الأمر ليس مرتبط بالفكر الشيوعي الفكر الإسلامي يرفض الاستئثار بالأموال العام وإنما هناك نظام يراعي العدل بين الناس في تقسيم الأموال هناك قوانين في كيفية تقسيم الغنائم للمحارب كذا للراجل كذا للإمام كذا وما يزيد عن الضرائب الإسلامية هذه تقسم مثلا على جميع المسلمين بالسوية وليس الأمر مرتبطا بالدكتاتورية دكتاتورية البولوتراتاريا الشيوعية التي تقول بأنه الطبق العامل يجب أن مثلا يكون لها الحق في الاستئثار بكل شيء بالسلطة السياسية وغير ذلك ولكن المقصود أن هذا الشخص حينما وقع تحت تأثير الموجة الشيوعية يحاول أنه يستنبط من سيرة الصحابي الجليل أبي ذر رضوان الله تعالى عليه ما يريده الفكر الشيوعي وليس ما يريده الفكر الإسلامي الأصيل وهكذا مثلا البعض حينما يعتقد مثلا بالليبرالية بإطارها الغربي بمعنى الحرية الشخصية في كل شيء حتى في المحرمات يريد يريد أن يصور مثلا الإمام علي عليه الصلاة والسلام بأنه كان مثلا لبراليا بهذا المعنى الذي يريده لماذا؟ لأن هذا متأثر بالموجة الليبرالية التي هي الموجة السائدة في عالم اليوم هذه الموجة الفكرية دخلت أيضا إلى البلدان الإسلامية وخلفت الفكر الشيوعي في البلاد الإسلامية فهذا الشخص يريد أن يجمع بين الإسلام وبين هذه الفكرة فيحاول أنه يستقرأ ويقرأ من النصوص الدينية أو من سيرة عظماء الدين أمر ينطبق مع هذه الفكرة وهذه الموجة التي جاءت إلى البلدان الإسلامية طبعا هذه الموجة أيضا فترة سنين وتزول وقد تأتي موجات أخرى مثال ثالث في بداية القرن الماضي عندما بدأ العالم الإسلامي يرى التقدم الصناعي لدى الغرب مثلا فهناك أيضا قامت موجة وهذه الموجة تقول بأن هذه العلوم مثلا التجربية وهذه الاكتشافات الحديثة هذه مثلا كلها مذكورة في القرآن الكريم بعد ذلك محاولة لي عنق الآيات القرآنية إذا جاز التعبير بحيث أنه ينطبق على الاكتشافات الحديثة في ذلك الوقت مثلا أحدهم يفسر هذه الآية في سورة الفيل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول في سورة الفيل يفسر الطير الأبابيل بالمكروبات مثلا لأنه كان ذلك الوقت لقد اكتشف المكروب في فترة قريبة فتصوير أن هناك طيور بأحجام صغيرة تحمل في مخالبها مثلا أحجار صغيرة وهذه الأحجار الصغيرة من سجيل فتدخل في فتضرب رؤوس هؤلاء الذين جاءوا لتهديم الكعبة فيموتون ويجعلون كعصف مأكول هذا الأمر مستغرب فلذا تفسيره بالمكروب مثلا يكون تفسير سهل قابل الفهم حسب معطيات العلم الحديث طبعا هذا لي لعنق النص وكذلك الكثيرين حاولوا تأويل النصوص بطريقة غير سليمة لتنطبق معا الاكتشافات الحديثة في حين أن هذا الأسلوب غير سليم وغير صحيح لماذا؟ لأن العلم التجربي والعلم الحديث واكتشافات العلم الحديث ليست هي اكتشافات وعلوم مطلقة قابلة للتطور قابلة لكشف الخطأ نحن نشاهد في كثير من الأحيان هناك يتم اكتشاف أمر بعد فترة يتم اكتشاف أمر أهم من ذلك الأمر أو يتم تصحيح خطأ في الاكتشاف السابق وتطور العلم مرهون بهذا الأمر يعني لو كان الأمر الذي يكتشف هي الحقائق المطلقة كانت كلها تكتشف فما كان هناك مجال لأي نوع من التطور لماذا العلم يتطور؟ لأنه يكتشف باستمرار حقائق جديدة أو يصحح بعض الأخطاء في الاكتشافات السابقة أو يطورها فبناء على ذلك أن نأتي مثلا ونؤول النصوص تأويلا غير سليم ليس حسب المنهج القرآني ونلوي عنق النصوص لأجل أنه نقول أن الإسلام أيضا سبق الغرب في هذه الاكتشافات فهذا الأمر ليس بسليم وليس بصحيح وخاص إذا بعد فترة اكتشف خطأ ما قيل سابقا أو تم تطويره فبناء على ذلك تلك الموجة عندما جاءت محاولة أنه النص الديني أيضا نطبقه على هذه الموجة في حين الأمر ليس كذلك النصوص الدينية تبين حقائق وهذه الحقائق لا ترتبط بالأمواج الفكرية التي تأتي لأنها حقائق مطلقة لا ترتبط باعتقاد البشر أو عدم اعتقاد البشر اكتشفها البشر أو لم يكتشفها البشر فبناء على ذلك ينبغي على الإنسان المسلم إذا أراد أن يحافظ على ثقافته الإسلامية أن تكون هذه الثقافة لديه ثقافة أصيلة أولا يبحث في القرآن الكريم وفي كلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الذي هو كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وفي كلام الرسول صلى الله عليه وآله الصحيح من هذا الكلام يكتشف من خلال القرآن الكريم ومن خلال كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وكلام العم الطاهرين عليهم الصلاة والسلام الحقائق الدينية وكثير من هذه الحقائق الدينية من الضروريات البديهيات الواضحات لدى المسلمين بعد ذلك عندما علم بأن هذه الأمور حقائق لا يهمه الأمواج الفكرية التي تغزو إلى البلدان الإسلامية هذه المرحلة الأولى إذا انتهى منها الإنسان المسلم حفظ أصالته الدينية بعد ذلك يتمكن من أن يقاوم أي ثقافة دخيلة على الثقافة الإسلامية وبعد ذلك لا يكون حاله حال البعض من المسلمين في كل يوم بلون في هذا اليوم جاءت موجة تلون بلونها زالت تلك الموجة جاءت موجة أخرى تلون بلونها بعد ذلك جاءت موجة ثالثة تلون بلونها وهكذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح ويوفقنا لأن نحافظ على أصالتنا الدينية في حلقة قادمة بإذن الله سنكمل هذا الحديث هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر